القضية هذه الليلة مشضحيتها دكتورة صيدلانية وخها هي قارية وواعية وحدة اللي كانت ذكية ولاني ستموت بوحد طريقة اللي كانت غريبة والغريب في هذه القضية أن الجثة ديالها جبتت 8 شهور من بعد ما تدفنت لأن المحققين برأسهم المجرم قد أنه يخدعهم ويسحابهم أن الوافاة كانت واحد الوافاة اللي طبيعية شنوية هاد القضية وشنوقة فيها بالضبط أجيو نحكيها لكم السلام عليكم كديرين نتمنى إن شاء الله تلقاكم هاد الحلقة وانتوما فأتم الصحة والعافية ومرحبا بكم معايا في قضية جديدة القضية اللي غنتكلمكم عليها هاد الليلة تعيوا باش تخيلوا السيناريو ديالها أو لا تفكرو كيفاش فكر المجرم غلقوا رأسكم عاجزين لأن فعلا المجرم خطط بوح الطريقة اللي كانت قيمة في الدكاء لدرجة أن المحققين مشكوش جاع في الوافاة وفي الأول اعتبروا أنها وفاة لي طبيعية ولين قبل ما نهضروا القضية دياله هاد النهار بغيت نطلب منكم واحد طالب قاء الناس اللي كيبغيو زين بستاري كما كتلاحظوا هاد الأيام تفاعل نقص سواء القانات أو اللي في اليوتيوب بصفة عامة وهذا الشي كيرجع للجمهور لأن بزاف ديال الناس كيتفرجوا ما كيدروا الجامل الحلقة ما كيتابونوش وهكا اليوتيوب القانات وخيكون عندها جمهور اللي كيبغيها وليني ما كيدفعهاش يعني الناس اللي كيتفرجوا فيها كيبقوا هما هادوك وانا مؤلفة بكم انكم دائما كتداموني ذاك الشي علاش ما تبخلوش الياب جامل والناس اللي ما مابونيش يسابونو معايا في القانات باشي داموني وهكا دائما نقلب لكم على الجادي القضية ديال هاد الليلة غادي سدنا الماسر وتحديدا للقاهرة سنة 1998 هاد القضية وخاق ديما واحد شوية ولكن انا اخترطت انني نديرها لانها فعلا قضية اللي كتستحق القضية غا تبدأ مع واحد البنت اللي اسميتها ماها ماها تزادت في واحد الأسرة اللي كانوا لاباس عليهم لأب ديالها كان مهندس ديال البترول ومن الناس للوالة اللي يمشوا وخدموا في الخالج يعني واحد اللي كان لاباس عليه عنده مجموعة ديال الأملك عنده واحد دار اللي كانت فخمة فيها واحد لطراس كبير اللي كيطلل على النيل كان كيمشي يخدم وكيخلي الزوجة دياله هي ولداته هو كان عنده ثلاثة ديال الأولاد جوش كبارين والبنت الصغيرة اللي هي ماها لأم ديالهم كانت مهتمة بهم وربتهم واحد طريقة اللي كانت مزيانة يعني دائما كانت كتتألف بيناتهم دراري وخاكانوا كبارين دائما كانت كتدفعهم أنهم يبغيو اختهم أنهم يحتضنوها كانت تقول لهم بغيو اختكم باش ميجيش شي واحد من صنقة وهو اللي يأطر عليها عندما كتتعرفوا أن الأب ديالكم ما كايش اختكم مازالة صغيرة والأب ديالها كان ماشي كيبغيها كان كي يعشقها هو كان كي يجيز قريبا مرة في ثلاث شهر كيدوز واحد سيمانة مع ولداته عاو ثاني كي يرجع للخالج ولاني كان وقت ما يجي كي يجيب البنته شي هادية لي كتكون ديال دهب ماشي حاجة اللي عادية وإنما شي حاجة لي كتكون قيمة يعني شي حاجة اللي وازن الدهب وفي نفس الوقت غالبا كيكونوا فيها شي أحجار اللي كتكون ناديرة يعني أي قط عجب هالها إلا كتكون سوية ثامن الأب ديالها دوز في الخالج قريبا للمدت لعشر سنين وقرر أنه غادي يرجع للميصر باش يستقر مع ولداته لأنه فعلا تتروالي جمع كانت واحد تتروالي كبيرة ولادهم نبدو كيكبروا واحد شوية وكملوا المرحلة الجامعية قرر أنه غيشلوا لكل واحد فيهم واحد شقة اللي تكون خاصة به في الأول بدك يقلب على شيء أرض اللي تكون كبيرة قالوا غادي نقلب على أرض اللي تكون قريبة للدار ديالي ونبني عمارة فيها ثلاثة ديال الشوقق وولادي كل واحد نعطيه الشقة دياله ولني البلاصة اللي كان ساكن فيها هو واحد البلاصة اللي كانت طلع النيل تم الأرض كانت غالية أكثر من القياس وأصلا عيامك يقلب ملقاش الشي اللي خلاه يمشي عنده واحد السمصار قالوا أنا بغي ثلاثة ديال الشوقق وليني يكونوا قرابي للدار ديالي بغيتهم شوقق اللي يكونوا في المستوى مساحة اللي تكون كبيرة والتامن ما تفكرش فيه المهم أنك تلقاش شوقق اللي يكونوا قرابي للدار ديالي أنا بغيت ولادي وخايت زوجه ويديروا ولداتهم يبقوا قرابين مني داست واحد المدة وفعلا غادي جي عنده السمصار قالوا راكيني تلاثة ديال الشوقق كل وحدة في عمارة وليني في نفس الوقت كانوا مقاربين مشاشة في الديور عجبوه شراهم بثلاثة بيهم ولادو داك لوقيتا كانوا بغييني تزوجه قبض الشوقق وقتتهم من أحتل زاد أي حاجة غيحتاجوها سواء المعن الفراش الأغطية أي حاجة بغوها إلا شراها لهم والحاجة اللي شراها كانت تكون القيمة ديالها كبيرة وتامل البنت اللي سميتها ماها قدت لها الشوقق ديالها من اللي قلت له بابا لاشتريت ليها الدار قالها بنتي الدار هيا ديالك سديها جاشي ولد الناس ما كانش في حاله وكان واحد ليستاهل سكني انتي وياه فيها وليجب لك الله شي واحد اللي يكون لابس عليه كريها ولا بيعيها ولا دري بها اللي بغيتي أهم حاجة كما شرد الخوط كالدير تنتي شرد الكدار ديالك بالإضافة الشوقق اللي كان شرل ماها ذاك المجوهرات اللي كان كيجيب لها تقريبا عمرات واحد الصندوق والقيمة المالية كانت تعدات نصف مليون جونيه في ذاك الوقيتها الجونيه كانت عنده واحد قيمة كبيرة لأن الثمانية وتسعين الجونيه كان ما زال ما تعومش يعني ما زال القيمة المالية دياله شي حاجة اللي كبيرة يعني ذاك النصف مليون ممكن أنها تدير به بزاف ديال الحوايج ماها مرمشتة الباكالوريا ديالها قررت أنها غد تدخل لكلية ديال الصيدالة لأنها ملي كانت في مرحلة ثانوية كانت تبغي شي حاجة لسميتها الكيمياء ذاك شي لاش لأب ديالها نصحها أنها تدير الصيدالة فعلا قررت العمله ونشحت داست للعام الثاني ولن في النهاية ديال العام الثاني الأب ديالها غدي يتوفى وبالنسبة لماها هذه كانت واحد صدمة اللي ما خلتها شعل للراس ماها الأب ديالها كان بالنسبة لها شي حاجة اللي كبيرة لأنه أصلا كان كي يبغيها كي يتعامل معها حسن اللي كي يتعامل مع أخوتها وخصوصا أنها كانت هي الصغيرة دخلت في واحد المرحلة ديال اللي كتئاب ولا تقال صغير في بيتها سادع ليها ما كتبغي تهدرتها مع شي واحد ما كتبغيش تمشي تقرأ الواحدة اللي كنت كتتهدر معاها هي واحد صديقة ديالها اللي كنت معاها من المرحلة الابتدائية كنت كتجي عندها كتبقى كتتهاود هي وياها وكتحاول أنها تخرجها من ذاك الحالة ماها شوية بشوية بدأت كتتقبل الوضع رجعت لقرأتها لعام تاني ديالها في الكلية وليني ذاك العام ما نجحاتش لأن الأغلبية ديال الدروس ما قرأتهمش والأغلبية ديال المحاضرات تهم ما ما قرأتهمش ذاك الصيف باش ما تبقاش قلصة في الدار وعاوسين ترجع للكتئاب ديالها خدها نصحوها قالوا عاوط لي غاسبقها قلصة الصيف كله غي في الدار سيدي ليش مدراسة وذاك لوقيتها الإعلاميات أو للكمبيوتر كان شي حاجة اللي كانت يلاها بدات كتبان قالوا لها سيلي لواحد المدراسة راك يدروا واحد دروس في الكمبيوتر تعلمي تخدميه تعلمي تكتبيه تعلمي تدخلي للانترنت وهذه شي حاجة اللي كانت غريبة بالنسبة لها وفعلا غادي توافق مشت تسجلت في ذاك المدراسة وبدات كتحضر في اللول كان عاجب هالجو لأنه كانت كتلقها مجموعة ديال الدراري مجموعة ديال لبنات وغا تلاقع مع واحد طالب اللي تهو كان كيدير الصيدالة وفي نفس الوقت مرة مرة كنت كاتمشي عند صاحبتها هات صاحبتها اسميتها خولود هي وياها صحابات من اللي كانوا صغارين خولود عندها أخوة كبر منها اللي اسميته عادل هاد الوقيتها كان سرى القرية دياله وخدم في واحدة شركة سياحية والحاجة اللي ما قلتها لكمش أنا ماها كانت معجبها به من اللي كانوا صغارين كانت وقت ما تمشي أنت صاحبتها خولود كتبقى كتشوف خوها دائما كتحاول أنها تتقرب منه ولأنه كان واحد شاب اللي محترم عمره ما شاف فيها يعني دائما كيشوفها بحلقته كتجي تقرى مع أخته أولا كتجي تجمع معاها حدو كيقول سلام عليكم وكيمشي في حالاته هذا الصف كيما قلت لكم كان يالله بدأ الختمة دياله ماها كانت مرة مرة كتبقى تزور صاحبتها وكتبقى هي وياكي يهضروا تلو واحد النهار خولود بقى تكتزور معاها قلت لها رحنا بغي نجوجه عادل لأم ديالي رحكت تقلب له على شعروسة خصها تكون بنت الناس زوينة وحدة اللي قارية وتل عائلة ديالها نظروا يتكون شعائلة اللي محترامة ماها غيث معا سم غادي زوجه عادل شعلت فيها العافية قلت لها هيكي عاد بدأ الخدمة لاش غا تزوجه هدابة ماذا للحال ولاني خولود قلت لها ماما مصرة انها تزوجه وخصوصا انها عند الشقة دياله مجهزة والخدمة اللي خدمت كان فيها واحد الراتب اللي ماشي ساهل هنا يا ماها قلت لصاحبتها المواصفات اللي قلت لي كين تبقوا عليا انا هيك انا زوينا بنت عائلة قارية قتعرف عائلتي خولود في اللول ساحبها غي كتضحك معاها قلت لها تانتي غير بقلون قلبه تلقاولو شي وحده في هاد المواصفات ولي اني ماها قلت لها انا ما كنتضحكش معاك انا فعلا خوكي يعجبني قولي هالو وقولي هال الام ديالك ويلا وافقه قولهم يجيوا يخطبوني خولود بقت غي كتشوف صاحبتها وفعلا مشت عند الام ديالها وقترحت عليها الامر قلت لحنا كنقلبو الخوي على شي عروسة والحروسة قبلتنا ما قلت لها شكون قلت لها صاحب سيماها را عندها الشقة ديالها عائلتها لباس عليهم هي وحدة اللي زوينا كتقرى الصيدالة وهي وحدة اللي كان عرفها مزيان يعني محترمة ما كتدير لا هكا لا هكا انا كان عرفها من لي كنا صغر عمري ماشتها ماشي واحد اولا ربطتشي علاقة كنت كتخرجي مع الاب ديالها اولا مع خوتها يعني وحدة اللي انا عارف الاخلاق ديالها مزيان فعلة الام ديالها قلت لها مفكرناش في ماها قلت هل ولدها وتهور حب الفكرة قلت لها البنت مزيانة عمرنا ماشينا فيها شي حاجة ديال لعيب علاش لله تصلوا بالام ديال ماها حدوا معها واحد المعيد ومشو باش يخطبوها في الاول مشو غي واحد زيارة خفيفة يعني بحل غدين قولو تعارف واخهما كانو كيعرفوا بعضياتهم قلت ل الام ديال ماها انا جيت هاد الزيارة غي باش نتأكدواش انتو موافقين او لما موافقينش ويلا كنتو موافقين غادي نجيو احنا والاب ديالو وعبامو والعائلة كاملة وغادي نطلبوه معها واحد الشكل اللي يكون رسمي فعل الام ديال ماها قلت لهم رحبا بكم لان التهيكنت كتعرفهم انهم واحدة عائلة اللي في المستوى يعني المستوى الاجتماعي تقريبا كان مقارب بالاضافة انهم كانوا واحدة عائلة اللي محترمة وعندهم واحدة سمعة طيبة حدو النهار اللي غادي ديروا فيه الخطوبة فعلا جاول عندهم خرجوا وشراوا الخواتم شراوا الهدهب والتعادل كان فرحانا بذلك الخطوبة وخابنوا بماها ما كانتشي علاقة ولان في الفترة ديال الخطوبة بدو كيتعرفوا بيناتهم لانهم كانوا كيخرجوا كيشريوا الاتات كيشريوا الحوايج لمدة ديال الخطوبة ديالهم متعدد ست شهور ماها كتكمل قرائتها في نفس الوقت ديالة داك المدراسة اللي كانت كتدير فيها الانفورماتيك وكتوجد العرس ديالها دارت العرس ديالها وغادي تكمل قرائتها ولاني داك الوقيتها حبسات داك المدراسة ديال الكمبيوتر لان ما بقرش لاقيها لها الوقت مرما داروا العرس ما شو باش يدوزوا شهر العسل ديالهم في المدينة ديال الغرداقة ماها عاشت معاه احسن 15 اليوم في حياتها لان شهر العسل كان غيشو جيال الاسابع دوزتها هيوية في المدينة ديال الغرداقة كانوا نفرغي لبعضياتهم لا عادل ولا هي كانوا كيخرجوا يتساروا كيمشوا للبحر في الليل كيتعشو كيبقوا قصارين كانت هضرغيه ايا وياه وليم اللي غيرجعوا للقاهرة وبغيرجع الخدمات دياله ماها قلت له ما تمشيش خدم قال لها علاش قالوا انا راي عندي واحد دهب وعندي شوقة غادي نبيعهم ندير لك شي مشروع وبقا تمشي للمشروع اللي غادي تدير ذاك الخدمة ما عندك لاش تمشي لها وليني عادل قال لها انا ما غديش ناخد ما عندك الفلوس ما غتبيع دهبك ما غتبيع دارك مليم زيانة وكندخل منها واحد راتب اللي ماشي ساهل انا قد باش نعيشك تيلا مبغيتيش خدمي واخدش ديال ديبلوم ديالك انا ما انتشي مشكل وليني ماها واللاغيك يوصل لخدمة دياله حدوك يقلس في البيرو كتعيط له في التليفون قال له فرّك شنو كدير معا من غالس واش عندكم شي موضافات كانت فيها واحد الغيرة اللي كانت مرادية وهات الشي بدك يبرست عادي الواحد شوية لان ارتصالات ديالها وليت شي حاجة اللي مبالغ فيها كل ساعة كتعيط كل دقيقة كتعيط وخصوصا من اللي خرج الهاتف النقال ذاك الساعة وليس ما قد لقى ما تدير كتعيط كتعيط له عادي كان كي يكون مشغول تك يتفاجئ بالمكالمة ديالها شركة السياحية اللي كان نخدم فيها كان مرة مرة كي يخصو يصافر مرة كيمشي اللقصر مرة كيمشي الأسوان يعني كان المناطق السياحية كان مليكي يجيشي جروب كي يخصو يخرج معاهم وخصوصا أنه هو كان قاري اللغات كي يضرب الإنجليزية كي يضرب الألمانية واحد شوية ديال الفرنسية كان مليكي يجيشي جروب هو اللي كيتكلف كيمشي معاهم كيبقى كيوريهم يعني كانت ديال الخدمة دياله ماها ما كانتش مقبلاش حاجة بحال هكا كانت كتبقى قاسو كتفكر غدي يجي جروب ديال السياح يعني غدي يكونوا أجنبيات غيكونوا زعر غي لبسو حويش قصارين يقضي يشوف شي وحدة تعجبو شي وحدة يقضي نساني يعني غي بحديتها كانت أعيشة في واحد الحرب النفسية وهات الشي كان مؤثر على حياتهم غي كيدخل على باب الدار كانتشدو من الباب شكل يجا كيدلي في البنات اللي كانوا شكل البنات اللي جاوجدادين في الشركة عندما مشيتي فين جيتي هو في الأول كان كيبقى يسللك معاها وكيبدأ كيجاوبها مشيت عند فلان تلاقيت فلانا خرش مع الجروب الفلاني ولاني مع المدة كيجي إيار من الخدمة تيقول لها خليني نرتاح هاد الأسئلة وهاد التحقيق اللي كدلي كل نهار راه بزاف عليا ولاني هنا ماها غادي تدوز لواحد لني في واحد آخر ولغي كيمشي للشركة كيدوز واحد الساعة دي للمكانة كيلقاها تابعة منتي يقول لها شنو جايد ديري كدولو توحشتك و جيت نشوفك ويا ويلو إلا لقاتوا واقف مع أشي وحدة أولا كيهضر مع أشي وحدة كيدير له فضيحة لدرجة أنه واحد المرة مشامعة واحد الجروب المدينة أسوان تغي يتفاجأ بها أنها تابعة شدت المركوب وتبعتوا إلى وعدها وسعدها تال مدينة أسوان تغي يلقاها قبالته هو التضمن وخصوصا أنه ملي جيت عنده كان عنده جروب دي لبنات كي يوريهم داك المآتر تاريخية كلها شقديري هنا هنا ماها بقت كتغوز ودارت له فضيحة قلت له أنا كنت عارفك أنا خدمتك مع البنات وأنك واحد اللي سلقوت ودائما كتجمعي مع البنات يعني دارت له شوها وخاوه ما دير حتى شي حاجة بدك يحاول أنه يهتنها ورجعه ويها القاهرة هي غيد خلاص على باب الدار جمعات حويجها قلت له أنا خديمشي للطار دي العائلتي هات الشي مبقاش عاجبني جمعات الشانطة ديالها ومشت فعند طار ديال والديها هنا يا عادل تصل بالأم دياله قال له هاتي واقلها رحمقة ركتت بعني الخدمة ديالي يوميا كتعيطلي هات الشي أنا مبقيتش قدع ليه وليني الأم دياله قلت له والدي غي صبر البنت باقها صغيرة ما عندهاش تجارب ضروري انتالي توريها كل شي بداتك تقنع فيه تمشى جابها من دارهم رغبها قال لها اسم حيلي ما غني عاود نرتشي حاجة بحال هكا فإلا نبقت هي وياه غي واحد لمدة ديال العشريين تلوح ضنهار هو قاس في المكتب دياله مع شي وحدة حالين شي ورق وقاسين كي يخدمه تغيت تفاجأ بماها حلات الباب ديال المكتب ودخلات عنده بقات علي هي لغة الدار انا عارفك علش ما بغيت شي شي اسم الخدمة حي ضروري انتك شي وحدة اللي خاصك جيبه تطلقها البنت اللي كانت تقلسة معه ما فهمت شي حاجة غت تفاجأ بماها شدتها مشعرها وبدت تجارب فيها هنا يا عاديل ولا كي يطلب غي انها تطلق منها وتمشي في حالاتها لان البنت اللي كانت مع هدك الساعة في البيرو هي بنت ليس الشركة اللي كانت تعمل فيها عاديل كانت جات عنده تشوف هي ويهشة ورق وخصوصا انها كانت غي كتستاجي يعني غتوزغي واحد العشريا او لخمستاش اليوم وغتتمشي في حالاتها لقى راسو مراسو كدابز وشكل اللي انتفات انتفات بنت المدير ديال الشركة بدك يزولها يديها اوزها وخرجها غيوصلت للدرعة وثاني جمعات شنطة قالت له غديمشي عند والدية هنا عاديل قال للمو شوفي انا هد الحمقى ما غنزيتش معها حتى دقيقة ما بغيتهاش ما بغيتش بغي نعيش معاها حياتي انا وياها رها جاحيم عندها واحد غيره مرضية واحدة اللي مبرهشة في مخها كل ساعة كتجي عندي كل ساعة كتدير لي فضيحة انا غدي انطلقها وخد نطلق اسمه مع الارض ممو عيات ما كترغب فيه عيات ما كتحذره ولاني هو قال لها ابدا انا مار ردهاش واخرت نطبق اسمه مع الارض هي مني كانت تكتمت في ذاك البنت عاديل كان ضربها باش تلقعت منها مني مشت هي عند عائلتها قالت له مارا هضربني وتكرفس عليها قبلت ذاك البنت اللي كان يسمعها اخوتها غيسمعوا هاد الهضربة قالوا كيف اجضربك قالت له مارا اعطاني بواحد صرفيقة وبدأك يحيد لي دية تيقول لي رخي منها اخوتها من اللي يسمعوا انه ضربها ما عجبهمش الحال الام دي العادل بقات كاترغبو تقرر انه غدي يمشي عندها او تاني ولي مني مني مشى للدار ديالهم لقا خوتها شاعلي قالوا له كيفاش تضربها وكيفاش تجرر انك تحطي الدك عليها هنا عادل قالوا مخصتكم تعرفوا مخصتكم شنو دارس قالوا له را عودت منها كل شي وهات الشي ما كيعطيكش الحق انك تقيس فيها عادل قالهم ده باشنو الحل قالوا له غدي تطلقها قالوا له على خاطركم بغيتين انطلقها اختكم طلقة وانا ما عندي ما ندير بيها يعني هو بحل لغي كان كيقلب على سبا اول ما قالوا له طلقها ذاك شي ما اسمع فعلا خرج ولي اني ماها غي هو خرج وهي دارت لخوتها في ضيحة بقات كاتغوت قالوا مواش انا قلت لكم انني بغى نطلق واش انا قلت لكم قلوا له يطلقني انا قلت لكم هضروا معاه ما يبقىش يهضر مع البنات يقلس اصلا من ذاك الخدمة ولكن انا ما قلتكمش انها يطلقني اخوتها قالوا هيا بنت الناس نعلي الشيطان يا قلت يضربك تكرفس اليك كي هضر مع البنات ولي اني هي دخلت في واحد الحالة اللي كانت صعيبة قلت لهم كما طلقتوني منه غادي تردوني ليه ولي اني اخوتها قلت لكم بذلك الطريقة مستحيل انك ترجعي له وتتعادل من يمشى انت الام دياله وقلت لها انها طلقتها بقعتك ترغبه حاول انك تتصل باخوتها ووالدي ما عندك لاشتها تنظارك انت يا الله تسوش شيء وضروري الزواج في الول كي يكون هكا فعلا عاديل هز تريفون وتتصل باخوتها ولي اني اخوتها ما زالين مسمين على الرأي ديالهم هنا عاديل قل لمو شوفي ما تبقى تقول لي عيطي لها ولا تبقى تقول لي تواصلي معاهم اللي كان بنات نسالة هم اللي بغاوه بقى مكمل خدمة دياله ولي اني ماها كانت هذي تستة جمعات حويجها قلت لاخوتها شوفوا انا غا نمشي لبطر الاشراء ما غادي رجع الهناية تتصلحوني مع عاديل ومها عاديل ما ترغب فيها قلت لابنتي واش غا تكسي بوحديتك الله يهديك هانتي قال سامعانا اخوتك داري غادي يلقى الكشي حل ولي اني ماها جمعات حويجها جمعات دهبها كله الوراق ديال الدار الوراق ديال البانكة اي حاجة عندها جمعاتها ودتها معاها ماها مور ما توفى الاب ديالها كان خلا واحد لنبلغ اللي كان ماشي ساهل اول ما مات اخوت هاد جمعو قالوا هانتي من لي كان بطبقي حي كان دائما فشك عماركي ما تلتيشي حاجة من لي كاتبغي الفلوس كنتي كاتدخلي للماريو كاتهزي بيدك اللي خاصك وهاد شي غادي يبقى كما هو ماها قلت لهم كيفاش قالوا هالفلوس اللي وردنا غادي نديرو هوادي عب سميتك في البانكة ومش هالشر غادي يبقى يجيك واحد الربح اللي ماشي ساهل يعني ماها كانت وارتع الاب ديالها واحد لنبلغ اللي كان القدر دياله تقريبا واحد المليون ديال جونيه بالاضافة اللي داب اللي قد كون في اللول هي كل شهر كان كيدخل لها واحد لنبلغ اللي ماشي ساهل منه كانت كاتصرف خوزها قالوا مع بالهم كما كان الاب ديالنا كي عامل ماها تحنا غادي نعملوها هزت الورق ديال البانكة الورق ديال الواديعة كما قد كون حويجها تذهبها اي حاجة مشطل الدار ديالها الام ديالها كل ساعة كتمشي عندها لان كما قد كون الدور كاملين كانوا مقاربين كتقولها بنتي الله يهديك اراجعي لاندنا واحنا غادي نلقاه لك الحل ولاني ماها قد لهم أبدا ما غادي اشترجع للدار تصرد دوني العادل امها كانت يوميا كاتمشي تزورها كتقولها سيلي لكلية ديالك سيري تقراي ولاني ماها قد لها انا ما غادي اشترجع لكلية على الاقل اراجعي ذاك المدراسة اللي كنت تقراي فيها الكمبيوتر يكي غي ساعتين وثلاثة في النهار هكا تضيعي الوقت وتخرجي من هذا المرحلة ديالكتئاب وفعلا هي تفكرت من اللي ما تباها ودارت ذاك المدراسة تلاقيت شي وحدين اللي قدوا انهم يخرجوها من الحالة ديالكتئاب سمعت لهضرة ديالامها وبقت مرة مرة تمشي كل مرة تمشي كتتعارف مع الناس يعني بعض المرات تلاقع ابنات شي وحدين وخصوصا واحد الولد اللي كانت هو دير الصيدالة كانت تفاهم ايا ويا في الهضرة بالاضافة الواحد البنت اللي اسميتها بيسا بتلاسة بيهم كانوا ملك يسايلون مدراسة مرة يخرجوا يتقهوا ومرة يمشوا وياكلوا شي حاجة نهار على نهار ماها بدت تخرج من ذاك الحالة ديالكتئاب الام ديالها كانت ملاحظة ان ماها بعض المرات تكون ساكتة بعض المرات كتكون عادية وبعض المرات كتكون كتضحك وفرحانة وناشطة كتقولها اشتي عادل را غادي يرجع لي كتقولها امها كيفاش كتقولها دا بتشوفي را غادي يجي نهار اللي تغادي يتقع ليكم وغي يقول لكم انا را بغير رجع معها الام ديالها كانت كتقولها ابنتي هاتشي اللي كانت منالك في الليل اخوتها كيمشيو لدارهم الام ديالها كانت مشي لدارها وماها كانت كتبغيت بات بوحديتها تان واحد صبح قرب الفجر بواحد نص ساعة الام ديال ماها غا تفاجأ بواحد للتيصل من لي جاوبات لقات ماها يلا كتقد تهضر قاتلها عطقيني راني كان موتس الام ديالها قاتلها قاتلها تقولي قاتلها تحاول انها تهضر معاها ولاني غالبا ماها كانتك ساعة تسخفات امها عيطت الخوتها خرجت كتشريت شمشي عندها طبعا السالود ديال الطار كان عندها الدبل من اللي حلات دخلت لبيت نهاس غا تلقى معها ناسا حدا النموسية ديالها عيطوا السيارة ديال الاسعاف هزوها بسرعة الاقرب ما صحة ولاني غي دخلت من اللي شافها الطبيب قال لهم بنتك ماتت قلت له كيفاش ماتت وانا بنتي الله عندها 23 عام قال لها بنتك ماتت بسكتا قلبية وهذي حاجة اللي واردة يعني سواء ابنتم صغير او اللي كبير يقد انها يموت بسكتا قلبية الام ديال ماها طبعا دخلت في واحد الحالة اللي كانت صعيبة لا هي ولا خوتها دالوا القنازة دفنوا البنت من اللي كملت 40 يوم ورمات وفات خوتها هم وعيالاتهم نمشوا عند الام ديال ماها قال لها ضروري خسنا نمشي للطار ديالها نجمعوا واحد شوية نجمعوا حويجاتها وغادي نفرقوهم في سبيل الله الام ديال ماها قال لهم ديروا اللي بغيتو ولاني خوتها قال لها ضروري خس كيتمشي معانا باش خرجهم لحالة الصدمة اللي انتي فيها فإلا مشات معاهم بدو كيحاولوا انهم ينطفوا الدر كيجمعوا لها حويجها ولاني مني قلبوا الالدهب ديال ماها مارقاوهش عيوما كيقلبوا قلبوا الدر كاملة بيوت النعاس قلبوا اي بلاسة كينافذك الدر ولاني الصندوق اللي فيها الدهب مارقاوهش نهائيا هنا الام ديال ماها بدتك ترجع الداكرة واحد شوية ولقات ان ابنتها لوقيت اللي عيطت لها وجوبة شي صعفوها ما كان ديرتها شي حاجة وهي عادة دائما كتدير واحد الحوال قاتل واحد السنسلة والخاتم ديالها ديال الزواج كانت ما كتزولهمش نهائيا هنا امها بدتك تغوز وكتضرب على رجليها قالت الخوتها انا كنت متأكدة ان الوفاة ديال ماها واحد الوفاة اللي ماشي طبيعية ولي اني ولادها قلها امي الله يهديك يقد يكون شي واحد خدا الساروس دخل الدر هو اللي سرق الدهب ديال ماها ولي اني امها قلوا محتم اللي دخلت عندها بنتي ما كان دير حتى شي حاجة خوتها فعلا لقوا ان اختهم من اللي دوها المصحة ما كان دير حتى شي حاجة ديال الدهب شي اللي خلوا مشوا عند البوليس وغادي يعودوا لهم كل شي لام ديال ماها قلوا بنتي ما تتمقتولها ولي اني البوليس هاد هاد هادره ما تدوهاش فيها قالوا ممكن ان ابنتك تكون عطات الدهب ديال هالشي واحد قبل ما تموت بدوك يسولوها بنتك شنو كانت كانت تدير قالوا ان ابنتي كانت مطلقة وكانت في واحد الحالة اللي صعيبة يلا طلقت بواحد شهرين وقررت انها ستعيش بواحديتها هنا المحقيقين قرروا انهم يعيطوا للطالق ديالها وغادي يسولوه واشتلاقتي معها واجتلي عندك وخصوصا ان الام ديالها قالت المحقيقين انها معها قبل ما تموت كانت تقولها ان عادل غادي يرجع لي قريبا الى ما جال يوم غادي يجي غدا ولاني عادل قالوا انا منها اللي تفارقت معاها مشتها ما شفتني انا يلا تفكيت منها لانها فعلا كانت واحدة اللي حمقى لا الطريقة ديالها لا كيفاش كانت تكتردني كانت مضيقة علي الخينق الشي اللي خلاني ما استحملش انني نعيش معاها فعلا مي داروا البحث ديالهم والتحريات ديالهم لقاوا انها عادل ما وليش طلقها من النهار اللي طلقها هنا بدو كيسولوا الام ديالها واش بنت كانت خدامة كانت كتقرأ شنو كانت كتدير بالضبط قالت المية كانت طالبة جامعية في السنة الثالثة في كليات الصيدالة ولكن اللي عم التالي رامت قاش كتبغيت مشي للكلية وقررت انها غدير واحد اندراسة اللي تقرأ فيها الكمبيوتر قولها مزيان اعطينا العنوان ديال المدراسة وغدين مشي لتسمون سولو في الان مشي للمدراسة اللي كانت فيها ماها بدو كيسولوا عليها الاصدقاء ديها مني عرفوا انها توفات قالوا ان ماها كانوا عندها جوجيا الاصدقاء هم اللي كانوا مقرابين واحدة اسميتها بيسان واحدة اخر تهو طالب في كليات الصيدالة ولين ذاك الطالب في كليات الصيدالة عرفوا منهم ان هادي متطويلة منلي مبقاش كي يجي للمدراسة قالهم مزيان فينا يا هادي بيسان وروا هم بيسان بدو كيسولوها بيسان اول حاجة تصدمت من المد ديال ماها لانهم كانوا ما صيقينش الخبار منلي بدو كيسولوها معا من كانت كاتمشي شنو كانت كدير شنو تتحرك كاس ديالها قالهم انا اللي عرفت انها ممور ما تطلقت من راجلها باي طريقة كانت بغا ترجع له وعلى حسب ما عرفت واللي قالت لي هي انا كانت كاتمشي عندو واحد الشيخ اللي كيدر هاتش ديال الامال والشعواذة منلي قالوها فين كان هات الشيخ عطاتهم العنوان ديالو لانما كانت تساهم معها شي مرة وانني متخلص معها للداخل مشات معاها هي بقى تقلص على بره وهي تخلص انتك لمشعويد فيل الرجال الشرطة منلي سمعو ذاك الهدرة مشاول عندو نيشان بدو كيسولوه شنو عطيسيها شنو بينكو بينها علاش كنت كتجي عندك في الول قالوهم يا جاتل عندي انا خدمت معها في سبيله وانني ملي قلبوه وقلبو الضار ديالو غاد يلقاو عندو واحد البواطة اللي كانت فيها مشموعة كبيرة ديال المشهارات اللي هم ديال ماها من اللي لقاوهم قالو له ايجي اللي هنا دا بغادي تقولنا كلشي قالوهم انا غادي نعاود تكون كلشي من النهار اللي تلاقيت معها تنهار اللي جابتلي الدهب ديالها انا ملي جاتل عندي لقيت انها وحدة اللي سادة جا ما كتفهمتش حاجة في الدنيا جات قاتلي انا راجلي كان بغيه كان حمق عليه ما بغاش نتفارق معاه بدات كتبكي قاتلي لا ردي سيهلي اي حاجة بغيسيها غادي نعطيها لك انا ملي كنت كتجي عندي لاحظ انك تدير شي دهب اللي باين انه غالي قلت لا انا غادي نخدم معك سبيله ولاني انتي را عندك شي حاجة اللي ملعونا في الدار ديالك هي اللي كتسبب لك المشاكل وغاليبا غا تكون شي دهب اللي في الاساس كان فيه شي مشكل لسولة ما هاشنو هاد المشكل قال هادهبوخ خيكون ديالك الى كانوا بغينوا الاسياد غايبقى يجبتلك غير المشاكل ما ها قاتلو شنو غادي ندير قال هاجيب لي الدهب ديالك انا غادي نقرالك اللي وغادي نعطيه قربة للجن وهو غادي يحلك المشكل ديالك وكوني متأكدة انك اللي جبتي لي الدهب المشكل ديالك غادي يتحل قال هما ها لغد اللي كانت تفاجئ بيها انها جيبه لي صندوق اللي فيها بزاف ديال الدهب انا كن كيستحبني غيدك شي اللي عندها يعني السنسلة خاتم شي حاجة اللي خفيفة ولي المليجة اللي انتي ما ها جابت لي واحد صندوق اللي كانت عامرة بلا اضافة لها الدهب اللي حلتي للمشكل ديالي مع راجلي غا نعطيك واحد لنبلغ اللي عمرك ما تحلم به انا جديت من هادك الدهب قلت لها سيري انا غادي نبقى نقراء له وغادي نوجد لك شي عشوب وشي حواجد لهم في الدار ديالك ديالس واحد المدار جاعت عندي عطتها شي اعشاب شي ما قلت لها رشيه قلت لها وتسني راجلك غادي يرجع لك دك الشي اللي شماها بعد المرة تكون غالصة تجد تلقها الأم ديالها فرحانة تقولها راجلي غا يرجع لي هنا المحقيقين غادي يعتقلوا دك الدجال بالتهمة ديال نصبه الحتيال ولكن لحد الآن ما كانت شي حاجة اللي كدل انه حاول انه يقتلها او اللي عندو شي يدفل موس ديالها داس واحد المدار وخوتماها قرروا انهم الفلوس ديالها في البنكة او اللي الواديع اللي كان مخللها لأب ديالها غادي يجبدوها وقالوا للأم ديالهم احنا عندنا الفلوس ديالنا عندنا ديورنا ما خصنا حتى شي خير غادي ناخدوا الفلوس وغادي ندروا واحد المشروع خيري او اللي واحد المسجد اللي يكون بسمية ديال ماها يعني بحل شي صداقة جارية او اللي شي حاجة اللي مهلس بقى تاخد الأجر ديالها الأم ديالها اللي اسمعت هاد الهدرة فرحات قدروا موليداتي ديال اللي بغيته دالوا الإحصاء ديال التاريكة عدد الموتى والوارات اي حاجة كدر مشوه للبنكة دولوا الوريقات باش ياخدوا الواديع ولمني من يمشوه عند المدير ديال البنك قال لهم اختكم رهاجات وصحبات الواديعه كاملة يعني المبلغ اللي كان عندها في البنكة ملقوا منه حتى شي ريال قالوا له كيفاش وكاكنت صحبات الفلوس على الأقل ستقولها ولاني هو قال لهم جات نهار الخميس تقريبا قبل ما تتوفى بيومين جبدت الفلوس ديالها كاملة أنا براسي سولتها شنو غديري بهذا المبلغ كامل قالت لي غدير ردو من بعد أنا أخوتها تصلوا بالأم ديالهم وقالوا لها كل شي الأم ديالهم قالوا يا أخوت لكم مقتولة مستحيل أن أختكم تكون متبوحة طريقة اللي طبيعية أخوتها اللي عارفوا أن الدهب تصرق الفلوس ديالها مكيناش هنا تأكدوا أن الأم ديالهم ممكن أنها تكون على صواب مشوا نيشا لعند المدعي الآن وغادي ديروا واحد طالب قالوا أن الأخت ديالهم توفت فجأة مرما ماتت لقوا أن الدهب ديالها تصرق فلوسها مكيناش وهذه شي حاجة اللي غريبة واحد شوية المدعي العام قالوا هم في من كانت شكوا قالوا إحنا ما كانشكوا تفشي واحد وإن أول حاجة بغينا نتأكدوا من الجثة ديال أختي واشمات متطابعية أو للوفاة ديالها كانت فيها شي شبهة جنائية فعلا للمدعي العام غادي يعطي الأمر دياله أن الجثة ديال ماها هاو ثاني غادي تجبض من القبر ديالها وغدر لها واحد شريح اللي كان دقيق لأن المرة اللولى الجثة ديال ماها ما تشرحاتش من اللي عرفوا أن القلب ديالها سكتس أعطوا الإدم ديال الدفن والدفنات للبنس لإنما كانت تشي جبهة جنائية ولأن المرما سوفت الفلوس ديالها ما كيناش الدهب ديالها ضع بدك الطريقة هنا القضية كانت فيها إنا مرما جبدو الجثة ديال ماها فعلا الطبيب ديال تشريح غادي ديالها واحد شريح اللي كان دقيق بالنسبة للدم الجثة كما كتعرفوا مرما كتدس واحد المدة الدم ديالها كينشف يعني خصوهم يقلبوا بشي طريقة اللي كتكون دقيقة واحد شوية وفي إعلان دك الشي اللي داروا العظم ديال الضحية إلا كانت تعرضات التسميم كتبان فيه وخي يكون السم كيف مبغي يكون داير خدوا واحد الأيينة من العظم ديال ماها وغادي يشرحوهم بطريقة اللي كانت دقيقة كما قلت لكم وفعلا غاي يكتشفوا أن البنت سمت بوحد طريقة اللي كانت دكية ونوعية ديال السم اللي خدتها البنت كان شي حاجة اللي مستحيل أنها تبنى على جثة ديالها يعني عادة الإنسان ملي كي تسمم كي يبانو لي شي علامات إما كتقد خرج للرغوة من فمه إما كي يزرق إما الجثة دياله كتتبدل ولأن السم اللي خدت ماها كان واحد السم اللي غارب والمحقيقين براسهم أول مرة غادي يسمعو به من اللي عرفوا أن البنت مقتولة وأن الجثة ديالها تعرضت للتسميم هنا قروا أنهم غادي يعودوا البحث من اللول أول حاجة داروها مشاول السجن وجابوا دك الدجال باش يعودوا معها التحقيق ولي اندي هو قالهم أنا اذهب خديته ولي اني الفلوس ما عندي بيحتاش علاقة أنا ما قتلتها ما عنديش كيفاش ندير نقتلها قالهم أنا اللي كان عرف أن اللي جاب هالي النهار اللول والتافق معايا هو واحد الزاميل ديالها اللي كان في كلية الصيدالة قال لي غادي نجيب لك واحد الهمزة اللي طيحن طيارة أي حاجة قلتيها لها غادي يتق بك وخصوصا أنها تبغي راجلها كانت متع ليه طلقت منه دبات قريبا ما كتفكرش أي حاجة طلبتها منها غادي تجيبها لك بلا ما تفكر هي نهائيا وفعلا أنا من اللي جات لعندي قلت له غادي نحضر الأرواح غادي نرد لك راجلك غادي ندير غادي نفعل غا نترك حاجة اللي قلتها لك كنت كديرها قلت لها جيب لي الدهب ديالك جابت لي صندوق الفلوس مرة مرة كنت كتزعطيني ولاني هذا المبلغ اللي هدرته والاقتيلة أنا ما عندي بهم تشي علاقة هنا المحقيقين قلوا لشكونوا هاد الزاميل ديالها عرفوا منه أنه واحد اللي اسميته محمود في السنة الأخيرة دي الكلية الصيدالة عرفوا العنوان دياله قلوا لديه قلوا لديه ولاني في المنزل للأسرة دياله ما لقاوهش نهائيا هنا ستخرج واحد المذكرة ديال البحث باش يقلبوا لديه في مصر كاملة وفعلا غادي يلقاوه قلس واحد الأوطيل في المدينة ديال شرم الشيخ جاءتهم لإشارة من ذاك الأوطيل قلوا لديه شده هو في الأول قالهم أنا ما عرفت شي حاجة ما تقولي لات قتلات لات شي حاجة أنا طلبت مني أنا نوريها شي واحد باش يرجع لها رجلها كان عرف الشيخ شديتها مني ده وديتها عنده المحقيقين من شول المنزل للأسرة دياله بدو كي يقلبوا من اللي دخلوا للغرفة دياله بدو كي يقلبوها من تحت فراشو غير قوه هذا المبلغ مالي اللي كان القدر دياله 800 ألف جونيه يعني المبلغ كان ناقص شي حاجة من اللي يسولوا الوالدين دياله واشونتوا ما عندكم هاد المبلغ واشو ولدكم خدام منين جاتوا هاد الفلوس والي ده براسهم كانوا غيم صدومين وكي يشوفوا لأن الوالد عنده شانطة ديال الفلوس هو يالله كي يكمل قرايته منين جاتوا الله أعلم المحقيقين خدوا ذاك الفلوس ودوها للبانكة من اللي عرضوا الرقم التسلسلي ديالها فعلا لمدير ديال البانك قالهم هادي هي الفلوس اللي جات ماها وصحباتها يومين قبل ما تموت أنا المحقيقين قالوا له الفلوس ديال ماها انت دكتور سيدالاني يعني انت الواحد اللي ممكن أنك تكون قتلتيها في اللول محمود عيامك يحاول أنها يراوخهم وليني في التالي غادي يعترف لهم بكل شيء قالهم مور ما جاتل عندي ماها ديتها انتك الدجال أعطاتوا ذهبها كامل وهمها أنه غادي يرطلها رجلها جيت لعندها أنا عود ثاني بقيت كان وصوص لها الدهب ديالك إلى سولاتك عائلتك في غاز يقولهم مشا قالوا ما نعرفس قال هولا رجع لك راجلك وقال لك فره الدهب ديالك قالوا راجلي وخرجوا أنا وياه ما كتهموا لدهب لا فلوس لا تشي حاجة قالوا لكن عائلتي ما نكتبش عليك أنا ما عارفاش شنو غادي نقول لهم هنا يا أنا جاتني واحد الخطة اللي مطحشت على الشيطان قلت لها شوفي أنا رقدت أنني نتبرف واحد الكمية ديال الزئبق الأحمر وهذا الزئبق الأحمر يلاج بنهر الدار وحضرنا به الجين غادي نحطه الوراق لاغتليه في الصبح غادي يتحولون فلوس ولإني هاد الزئبق الأحمر راه غالي وخاصني واحد المبلغ اللي كبير ولإني أي مبلغ خسرته كوني متأكدة أنا لاغتليه غادي يتضب العلاج مثلا اللي أعطتني نصف مليون شريت بها الزئبق لاغتليه غادي تولينا مليون ولأعطتني مليون وشرينا بهذا الشيء اللي خاصنا هذك المليون غادي يتضب ما ها؟ كانت كتسمعني هي غادي حالة في أمها كانت كتقول لي شنو هاد الشيء اللي كتقول قلت لها لما سيقتينيش سيري وبحتي في الأمر وعرفي شنو الزئبق الأحمر وبش حال دير التامن دياله هي ممشت ما سولت ما تشي حاجة أنا معمري مشتشي وحدة بحالها الهضراء اللي قلتي هالا كتتق بها في البلاسة قلت لي أنا را عندي واحد الواديعة في البنك وقلت لي هاد الواديعة خطرهم سادينها وكيجيني واحد الربح من الشهر لشهر قال ها انت راكي كبيرة وهاد الواديعة إلا بغتي انك تكسريها ممكن انك تجبدي الفلوس ديالك قال ها شحن عندك في هاد الواديعة قلت له عندي المبلغ ديال مليون جونيه وهو واحد المبلغ دك الساعة اللي كان كبير كثير من القياس قال ها شا غادي تتيري سيري يجبديه وأجي أنا وياك غادي نمشي ونجيبو ذاك الزئبق وهاد الليلة غادي نخدموه على ذاك الشي فعلا هي مشت للبنكة وهو مش وجد واحد تركيبة ديال السم اللي كان هو اللي اختارعها بما انه طالب ديال الصيدالة وقاري الكيمياء كان كي عرف التركيبات بقاك يحاول ان هيجرب تافيئنا نختارع ذاك السم اللي ما كان عنده حتى شيء آثر يعني مولاه غا تبقى كرشو كتحرقو هيتوجع واحد شوية مورها بواحد ساعتين القلب دياله غادي يسكت ما غا تبنع لي حتى شيء آلامة مور ما جبدت الفلوس طلقت هيويه جاب لها واحد القريعة اللي كان فيها واحد السائل أحمر بالإضافة لواحد الشانطة اللي كان فيها غي الوراق بويض قال هالسائل هانا جبته ده بعطني الفلوس غادي انتهى الماليها وهات الشانطة أنا راني قريت عليها موجدها كل شيء ناضي حطي في هذه القرعة الزئبق الأحمر وديها اللي بيتوا بيتيها لا غدت لها في الصبح لغا تلقي الفلوس من دبلة ولاني ضروري خاصكي تشربي هذا المشروب وغا تقري شي حوائج اللي أنا غادي نحفظهم لك بدك يحفظها شي تخاربيق شي هاد رخصتها تقولها قال هاد الماء شربه ووسري البلاست كونعسي ما ها كانت كتنفذ الهدراتيولو بالحرف بدك تتعزمه وكتقرأ بقعت متكيف بلاستها ولاني مني قرر بالفجر حساس بالكرش ديالها كتتقطع هو من اللي اعطيها ذاك القرعة قال هاد الماء دراس كرشك واحد شوية ما تخافيش هاد شي حاجة اللي عادية إلا دراس كرشك يعني هاد شي اللي احنا كان ديروه راه غادي مزيان والفلوس ذاك السعرها كتتبدل ولاني ما ها عيات مصابرال ذاك الحرك من اللي قتل مصارن ديالها كتقطع عيطة الام ديالها قتلها تقين راني كان موت ولاني ما جوا فيني وصلوا تكلموا الامانات دا امانتو المحققين كانوا غين بهوضين لم الخطة لم طريقة كيفاش فكر حد ما شيدكي وإنما عندو تفكير ديال الشياطين ما ها كانت وحدة اللينية وهاد شي هو اللي خلهم يتفلوا عليها ويقتلوها بدك الطريقة اللي كانت بشيعة واللي صعيف في الامر ان الجدتة ديالها واللي تعاوتين تجيب دات من القبر بعد ما تتفنت ثمان شهور الام ديالها من اللي عرفت الحقيقة قتلهم قلبي كان عالمني ان ابنتي مات متلمة شي طابعية وهاد القضية را كانت ترتجة كبيرة في الجرائد المصرية وهضروا عليها بزاف ديال القناوات لان السوم اللي لقاوا اخترعوا شي حاجة للأساس اللي قراواه براسهم كانوا غين بهورين وكان واحد اللي تكي ولن التكاء دياله وصلوا لها لك لان الطريقة كيفاش كان كيفكر هي طريقة اللي شيطانية هاد الليلة هنا غادي تسالي طبعا الى عجباتكم هاد الحلقة ما تنسوش انكم تدعموها بواحد اللايك والناس اللي مام ابونيش خليوا معاكم واحد ابوني واحد الكومنتر زوين باش وقتمنحت شي حلقة دائما نفسلكم الجديد السلام عليكم